لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكات الفني www.klakatnews.com بروحنا الحلوة دائماً مبهجة وتكريميك النهار تتكلمي عن توجودك النهار مبسوطة طبعاً زي أي حد بيمبسط أن الناس بتحبه والناس بتكرمه والناس بتقدره حالياً أنا بحيطاردي مسلسل إن شاء الله كمان يومين اسمه أيام كنت بصوره في لبنان فمنتظر إن شاء الله ردود أفعال عليه وأتمنى إن هو يبقى الدور حاجة كويسة وأتمنى أنا أتكرم عن الدور اللي أنا عاملاه في المسلسل روحك على المسلسلات بتبقى حلوة وروحك على المسلسلات بتبقى حلوة والأفلام ليكي طلّة وبهجة عايزين نعرف هي صرّة إيه السببها؟ سرّها سرّها الإجتهاد سرّها الشغف أن أنا بشتغل وأنا عندي شغف وحب كإني لسه يعني الأول مرة أطلع على خشبة مصرح بشتغل وأنا فرحونة وأنا رايحة مبسط وأنا مش بعمله كمهنة وبس أو مصدر دخل لأ أنا بعمل حاجة أنا بحبها قوي وبعملها باجتهاد ويعني بذكر لها كتير فالحمد لله سرّانا حيولي إلينا نحنا العتنزل أيوة إن حمد لله أنا مبعملش حاجة إلينا حاسة بي لما حسيت إن أنا مش قادرة دي وإن فيه زروف كتيرة مختلفة أتزلت ولما حسيت إن أنا مش قادرة أآآ تراجعت لأن أنا حسيت إن حبي للفن أكبر بكتير قوي من أي ظرف بس اآآ حسيت إن إنا الهبلة هل تخبرنا؟ برنوتتنا هل تتكون بها سر؟ لا برنوتتنا ممكن تدخل التمثيل معنا ونعمل دور سواء؟ هيا سنترت احنا عملنا في مسلسل ولاد ناس اشتغلنا بس ما كانش الدورين ما قدام بعد بس كان نفس المسلسل والله على حسب لو أنتو الاثنين قدمتو الاثنين أصاب بعض تفتكري هيبقى الموضوع ثلث ولا هيبقى فيه حاجة لا لا احنا بروفشنال قوي احنا هنتعمل كممثلين زي بعض زملاء بما انك انت عضوة في نقابة المهنة التموسيقية ونقابة المهنة التمثيلية انت شايفها الجدل داريك دلوقتي ما بين النقيب هنيشاكر ورجل اعمال نجيب سوي رأس كل الاحترام الشديد لنقيبي طبعا استاذ هنيشاكر لانه هو فنم محترم من زمان محافظ على سمعته وعلى فنه وعلى جمهوره كل الاحترام والتأدير للأستاذ نجيب سوي رس وكل واحد من حقه انه هو يقول وجهة نظره مدام لا يفرضها على الاخرين النقيب من حقه انه هيخد ما هو في مصلحة النقابة وما هو في مصلحة الفن المصري المحترم انا شخصين بسمع مهرجانات بس بسمع حاجات معينة من المهرجانات هدفة وما فيهاش كلام خارج هو النقيب بيقنن الموضوع ودي حاجة ما تضايقش حد ودي حاجة تساعدنا كلنا